نظام الإدارة التعليمية والمدرسية العليا في النظام التعليمي إلى المستوىات الدنيا من الوزارة إلى مدريات التعليم ومنها إلى إدارة المدارس هنا في المملكة في هنا تفويضات كثيرة وصلاحية تم إعطاءها من الوزارة إلى المستوى المحلي إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم في المناطق ومن الإدارة العامة للتربية والتعليم في وضعات كثيرة من الصلاحيات إلى إدارة التربية والتعليم في المدريات صلاحيات من إدارة التربية والتعليم في المحافظات إلى إدارة المدارس أهمية أهداف الإدارة التعليمية والمدرسية سنركز هذا الكتاب على خمسة أهداف رئيسية سنتطرق إليها بشكل عام وينبغي العودة إلى الكتاب المقرر للتوسع في هذه الأهداف أول هدف من أهداف الإدارة التعليم والمدرسة هي رعاية الطلاب بحيث أنه يتم رعاية الشخصية، شخصية الطالب وبناءها بناء متكاملة روحيا وعلميا وعقليا وقسميا وتربويا ونفسيا من خلال تقديم البرامج والأنشطة والخدمات التي تساعد الطالب على نمو شخصيته داخل المدرسة وخارجها الهدف الثاني تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس بحيث أنه يتم متابعة محتوى وتطور المعرفة في الكتاب الدراسية وفقا للتطور في خصائص العصر الهدف الثالث الاهتمام بالمعلمين والعاملين الآخرين في المدرسة من المعروف أن المدرسة تضم كثير من الاقتصاصيين والمتخصصين في المقررات والمواد الدراسية المختلفة وأن بغي على الإدارة التعليمية أن تساعد المعلمين ومن تساعد العمل المدرسي على النمو المهني والعلمي والثقافي وأن تستخدم الأساليب الإدارية الحديثة التي تحفزهم على العمل المنتج من خلال تقديم الحوافز المعنوية والمادية المناسبة في أهداف الإدارة التعليمية والمدرسية الهدف الرابع توثيق العلاقة بين المدرسة ومجتمعها ولو تتذكروا في الفصل الأول أشرنا إلى وظيفة المدرسة الاجتماعية فهي هدف للإدارة التعليمية لكي توثق العلاقة ما بين المدرسة وبين المجتمع المحلي باعتبار أن المدرسة هي مؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لتنمية وتربية أبنائها في الهدف الخامس توفير المستلزمات البشرية والمادية والتنظيمية لا يمكن للإدارة التعليمية ولا يمكن لمؤسساتها المتمثلة بالمدرس أن تحقق أهدافها وتقوم بواجباتها ما لم توفر لإدارة التعليم جميع مستلزمات العملية التعليمية من الخبرات البشرية بالتخصصات المطلوبة والمادية من فصول معامل وتجهزات بالأضافة إلى اللواعح التنظيمية المنظمة للعمال المدرسة هذه الهداف الرئيسيين أن تركز عليها هي أهداف للإدارة التعليمية والإدارة المدرسية وفي الكتاب المقرر في توسع وتفاصيل لهذه العناصر الأهمية الأهداف الأهداف طبعا تعتبر الفلسفة التربائية التي توجه أن نظام التربوي ومنها تشتقى الأهداف الكبرى للنظم التعليم ي estar Div degli أهداف المرحلة التعليمية ثم أهداف الأدارة المدرسية وفي ظل غياب الفلسفة التربوية أو غموضها أو انفصالها عن واقع المجتمع يكون من الصعب التحديد سياسة واضحة للنظام التعليمي فنقول أن الفلسفة التربوية التي توجهها النظام التربوي في البلد ومنها تشتق الأهداف الكبرى للنظام ثم أهداف المراحل التعليمية وأهداف اللدارة المدرسية كما أسلفنا من هنا تأتي أهمية الأهداف وكلما كانت الأهداف واضحة ومحددة كلما استطاع العاملون في حقل التعليم من تسخير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق هذه الأهداف وضوح الهدف يعتبر وضوح الهدف مسألة مهمة جدا حيث يزال الشيك عند القيام بعملها وينبغى أن تكون الأهداف واضحة لكل من يشارك في تنفيذ هذه الأهداف ووضوح الهدف يساعد المديرين على التنبؤ بما سيحدث ويوجهون نشاطاتها من مختلفة لتحقيقها الأهداف وولاء العاملين في المدرسة إن هدف المدرسة يعتبر أهم العناصر في الولاء والانتماء المدرسي وكلما فهم العاملين الأهداف كلما كانوا أكثر ولاء وانتماء لعملهم ومؤسساتهم التربوية خصائص الإدارة التعليمية في الكتاب المقرر في صفحة 109 يشير إلى السبع خصائص للإدارة التعليمية من صفحة 109 إلى صفحة 112 سنتطرق إلى هذه الخصائص بإشارة سريعة أول خاصية من هذه الإدارة هي ضرورة الملحة فلا تستطيع أي مجتمع من المجتمع أن يستغني عن الإدارة التعليمية ولا عن مؤسسات الإدارة التعليمية فالمدارس هي المؤسسات الاجتماعية التي تعد أبناء المجتمع للمستقبل وتعدهم للمواطنة الصالحة وبالأهل الأساس يكونوا مواطنين صالحين فالمجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية حريصة على أن توفر أو أن توجد مدارس لتنشيئة أبناء المجتمع وحريصة على أساس أنها توفر إدارة ترعى مصالح هذه المؤسسات التعليمية فالإدارة التعليمية ضرورة ملحة لأي مجتمع من المجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها الخاصية الثانية علاقة الإدارة التعليمية الواسعة بالمجتمع يعني طالما هذه المؤسسات هي مؤسسات الاجتماعية إذن بالنتيجة لها علاقة واسعة بالمجتمع فهذه المؤسسات التعليمية وقدت على أساس تحقق لأبناء المجتمع وأبناءه كل ما يصبوا إليه من تعليم أبناءهم ولكي تعدهم لمستقبل مشرق لا تقد أسر من الأسر في أي مجتمع من المجتمع إلا وعندها طفل أو اثنين أو أكثر يدرسون في هذه المؤسسات فصلة المدرسة بالآباء وبالمؤسسات التربية الأخرى وبالتالي كثير من المناشر تقمع أولياء الأمور ومن تسبيل عمل المدرسي وهناك مجالس تمثل الآباء وتمثل الأمهات الخاصية الثالثة تعدد وتعقد وظائفها معروف أن العملية التعليمية يعني عملية عناصر كثيرة ووظائف كثيرة وبالتالي أنشطتها معقدة ومتداخلة فالإدارة التعليمية وجدت للقيام بوظائف مختلفة تتمثل في عناصر العملية التعليمية والتي منها إعداد المناهي وتطويرها والاختبارات وإعداد المعلمين والعامل في المدرسة وتنميتهم مهنيا بالإضافة إلى الطلاب ورعايتهم توفر الخدمات الأخرى المساندة لعمل التعليمية من المختبرات ووسائل التعليمية ومكتبة ومطلبات النشاطة الصفية فالإدارة التعليمية تقوم بكل هذه المهام المتعددة والمتشفة بك على أساس تضمن لأفراد المجتمع التعليم وتحقيق أعمال وطموحات المجتمع الخاصة الرابعة خصوصية العلاقات بين أفرادها إن العلاقات التي تربط بين أفراد تنظيم المدرسة لا يمثلها في خصوصية علاقات أخرى سواء في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص فعمليات التعليم والتعلم وما تضمن من احتكاكات مباشرة بين أفراد تنظيم المدرسة هو بين المدرسين والتلاميذ أو بين المرشد الطلاب والتلاميذ أو بين التلاميذ والبعض أو بين العامل في المدرسة من معلمين وإداريين وثنيين بعضهم ببعض أو بين مدير المدرسة والتلاميذ أو بينه وبين المعلمين هذا فضلا على علاقة التي تربط أولياء أمور الطلاب بمنسوبية المدرسة إنها علاقة تتضمن تفاعلا معقدا تحدث يوما لعدة ساعة لأكثر من 3-4 سنة لذا على مدير المدرسة أن يدرك هذه الخصوصية في العلاقات وما يتطلب من أساليب إدارية تنسقة مع طبيعة تنظيم المدرسة والعاملين الخاصية الخامسة حاجتها للتأهيل التربوي والمهني لعل بعض الوظائف لا تحتاج إلى تأهيل مهني وعندما يحتاج شخص معين ممكن يذهب إلى الحلقة ويأتي بشخص معين لكن في العمل التربوي لا يمكن أن يتم الانتساب إلى العمل التربوي إلا للأشخاص الذين تخرقوا تأهيلهم تأهيل عالي والمملكة التي تبنت للعاملين في العمل التربوي حتى على مستوى التعليم الابتدائي الحد الأدنى لمنتسب هذا العمل هي الشهادة الجامعية وصارت تعد معلما حتى في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي بمستوى جامعي فهناك برامج جامعية تعد للحظانة والروضة والمعلم التعليم الابتدائي على مستوى جامعي فمن تسبب العمل التربوي يتم تأهيلهم في كليات جامعية ويحتاج برضو متابعتهم وتنمياتهم مهنية من خلال الدورات التربية ونحن نسمع عن مئات الدورات التربية التي تنفذها وزارة التربية التعليم وتنفذها الإدارة العامة للتربية التعليم في المناطق وفي المحافظات الوظيفة السادسة صعوبة التحكم في مدخلات ومخرقات مؤسساتها تستطيع إدارة المصانع ومؤسسة خدمية مثل البلدية ومصلحة تنمية أن تتحكم في نوعية المدخلات وهي عبارة عن مواد خام أو نظم معمال وعممال بمهارات محددة وتبعاً لذلك تتحكم في المخرقات ونوعية ومستوى مواد الخام أو الخدمة المطلبة ولكن هذا أمر بالغ الصعوبة في المؤسسات التربوية في المدرسة لا تستطيع أن تتحكم في نوعية مدخلاتها الذين هم من التلاميذ الذين يأتون بقدرات ومهارات متفاوتة قد يأتي الطالب يلتحق في المدرسة وهو يعرف القراءة والكتابة ويحفظ قزم القرآن الكريم ويحفظ كثير من الأناشد وعندهم المهارات الشيئة الكثيرة وقد يأتي إلى المدرسة إذا كان الأب والأم غير متعلمين وهو ينتظر من المدرسة أن تعلمه الحروف وتعلمه الأعداد من الفيديو وهكذا يعني كل من يأتي إلى المدرسة يعني يحمل خصائص متباينة عن الآخر وفقاً لتباير خصائص الآباء والظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية إلى آخره الخاصية السابع هي التحكم الناعي ما تم الحديث عنه في الفقرة السابقة تفعله من ناقشات صعوبة التحكم الناعي التي تواجهها الإدارة التعليمية فالقوى العديدة في المجتمع التي سبق الإشارية والتي تمارس تأثيرها على شخصية التلميذ تجعل عملية قياس أثر المدرسة بمفردها أمر ببالغ الصعوبة ومن هنا تجعل المدرسة غير قادرة على التحكم في نوعية مخرجاتها من التلاميذ كما أنه من الصعوبة التوصل إلى مقايز دقيقة تبين المهارات والمعارف والاتقاة التي اكتسبت تلميذ من مجتمع المدرسة